رغم الصدام السياسي الذي تبديه تركيا في ملفات عدة مع الاتحاد الأوروبي لا تخفي أنقرة رغبتها الجامحة في الانضمام إلى التكتل الأوروبي لكن هناك عقبات عدة تعترض المسعى التركي فما هي المفاوضية الأوروبية قالت في تقرير لها أن أنقرة تواصل الضغط على المجتمع المدني وجماعات الإغاثة ووسائل الإعلام إضافة إلى تقويض الديمقراطية كما أوضحت المفاوضية أن السلطة السياسية مركزة في أيدي الرئيس التركي رجب طيب أردغان وأن القضاء لا يتمتع بالاستقلالية فضلا عن تدهر الأوضاع في السجون وصل الأمر بالمفاوضية الأوروبية إلى تأكيد أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وصلت لما يشبه الطريق المسدود وتعارض بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا انضمام تركيا في حين تفضل ألمانيا على وجه الخصوص نوعا بديلا من الشراكة ذات الامتيازات واتفق قادة الاتحاد الأوروبي عام 2018 على عدم فتح أو إغلاق فصول جديدة في محادثات انضمام تركيا وكانت أنقرة قد بدأت محادثات لانضمام الاتحاد الأوروبي عام 2005 لكن المحادثات تجمدت في السنوات الأخيرة ثم تصاعد التوتر مع أنقرة بشأن نزاع حول التنقيب عن الطاقة في شرق المتوسط وفق المعطيات الحالية فأن تركيا أمام خيارين أما تصحيح مسارها لتتوائم مع قوانين الاتحاد أو إبقاء الوضع على ما هو عليه بما يعني أن الحلم الأوروبي سيبقى بعيد المنال معنا مراسلنا من أنطاليا مهران عيسى مهران بالطبع يعني هذه معلومات استمعنا لها كان لدى تركيا حلم في الاضمام الاتحاد الأوروبي لم يحصل ذلك كيف يبدو الحلم الآن؟ هل لديهم نفس الفكر أم أنهم توجهوا شرقا؟ هذا هو السؤال الأبرز اليوم حقيقة وفق مراقبين تركيا بالأقوال تختلف عن الأفعال فتركيا بياء الأقوال تقول بأنها متمسكة بحلم الانضمام للاتحاد الأوروبي وتقوم بتنفيذ كل المعايير المطلوبة من أجل الوصول إلى هذا الحلم وتحقيق هذا الحلم بينما كثير من المتابعين للسياسات التركية وتحديدا في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقولون بأن الرئيس أردوغان هو لا يريد أصلا الانضمام للاتحاد الأوروبي وكل ما يقوم به من تصرفات وخطوات تدلل على ذلك بل إنه يتوجه نحو الشرق وكذلك يتهمونه بأنه يريد إحياء الإمبراطورية العثمانية وقد تخلى عن حلم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وذلك استنادا على ما تقوم به تركيا من تصرفات في السنوات الأخيرة لكن فيما يخص بيان المفوضية الأوروبية الأخير الذي انتقد فيها الديمقراطية في تركيا والحقوق والحريات وحريات الصحافة والصحفيين فإن تركيا اتهمت البيان بأنه منحاز وقالت بأنه ينتهج معايير مزدوجة حقيقة بيان وزارة الخارجية التركية الأخير تجاه البيان الأوروبي كانت حادة وبالتالي هنا أقرأ لكم بعض النصوص حرفية كما جاءت في النص لحساسية الأمر انتقد البيان عدم وفاء الاتحاد الأوروبي بالمسؤوليات والالتزامات التي وعد بها تركيا وقال بأن البيان ينتقد تركيا بناء على حجج واهية أيضا البيان ذكر أن القسم الخاص بقضايا شرق البحر المتوسط وبحر إيجا يستند بالكامل على الأطروحات اليونانية وهذا يدلل على أن الاتحاد الأوروبي والمفوضية يعني يخضعون لابتزاز اليونان وكذلك الشطر اليوناني من جزيرة قبرص حقيقة تركيا مستاءة من بيان المفوضية الأوروبية وتقول بأنها قامت ما عليها القيام به ولكن الاتحاد الأوروبي ودول كثيرة في الاتحاد الأوروبي على رأسها فرنسا لا ترغب بانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وهي التي تعرقل كل مساعيها نعم إذن كان معي مراسلنا من أنطاليا مهران عيسى ومتابعة لهذا الشهن أيضا معي من بروكسل الصحفي المعتمد للاتحاد الأوروبي سيد حسين الوائلي هلا بك سيد حسين معي على سكاي نيوز عربية سيد حسين إذن استمعنا إلى كل ما قالت للمفوضية الأوروبية هذا تاريخ يعني بعيد قرابة ثلاثة عقود من الزمن تحاول تركيا دخول الاتحاد الأوروبي الآن مع كل هذه التطورات ما الذي يدور في أروقة الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية حول انضمام تركيا باعتقادك يعني حقيقة هذه المقاربة هي مقاربة قديمة مقاربة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي كانت يعني موضوع على طاولة الأوروبية لكنها اصطدمت بعدة خلافات أوروبية تركية تعلمون بأن العلاقة الأوروبية تركية هي علاقة شائكة علاقة غير واضحة منذ البدء كانت علاقة تنفسية لكن مع ذلك أوروبا دائما تريد أن تحتوي الدور التركي الذي هو يريد أن يكون دورا إقليميا وكذلك دورا دوليا هنا الأمر الذي تحدثت به المفوضية الأوروبية هو ليس بجديد ولكن ما تقوله المفوضية الأوروبية هو يأتي في إطار حقيقة الضغط القبرصي اليوناني الفرنسي على أن يكون هناك عقوبات على تركيا على أن يكون هناك ضغط حقيقي أوروبي على أنقرة بما تقوم به مثلا من دور في نزاع الشرق المتوسط هذا أولا المسألة الأخرى الذي نتحدث عنها بأنه لتحالد أوروبي لم يتقدم خطوة باتجاه الأتراك في الدور الإقليمي لم يفرض عقوبات لم يضع حد لقضايا اقتصادية كذلك والاستثمارات الأوروبية المتواجدة في تركيا بالإضافة إلى ذلك هذا التقرير هو حقيقة لترضية الأطراف الذين يضغطون عن فوضية الأوروبية والذين يضغطون عن المجلس الأوروبي هنا نتحدث عن دور أوروبي حقيقي بفرض مجموعة من العقوبات التي ربما أنا أسميها غير مباشرة هذه العقوبات أعتقد هي في إطار أن تكون حاجز أمام انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي على أقل تقدير في فترة قريبة العاجلة طيب سيد حسين إذا ما خرجنا من الظروف الراهنة التي وضعت تركيا نفسها فيها سواء مع اليونان أو في ليبيا أو أي أطراف أخرى هل كان يعني محتم مسألة دخول تركيا للاتحاد الأوروبي أم يعني الجانب التركي قال ألمانيا وفرنسا لا يريدون إدخالنا للاتحاد الأوروبي وهذه نقطة على السطر هل هذا الكلام صحيح وأيضا إلى أي مدى ربما الاتحاد الأوروبي يعيد النظر في حساباته في مسألة خروج بريطانيا والعوض عن بريطانيا في هذا التوقيت هناك مقولة لهلمت كول المستشر الألماني السابق يقول بأنه الاتحاد الأوروبي هو ناذب مسيح يعني معنى آخر بأنه لا يحق لأي دولة لانضمام لكن الاتحاد الأوروبي تدعى فكرة وهي الشراكة المميزة للدول التي لديها مصالح كبيرة جدا حقيقة مع التكاتل الأوروبي انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي هذا يعني مستحيل أو شبه مستحيل على أقل تقدير إذا قللنا المستويات شبه مستحيل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لأنه هناك اختلافة ثقافية المعايير الأوروبية لا تطبق في الداخل التركي سيادة القانون هناك خمسة وثلاثين بند تفرضها المؤسسة الأوروبية على الدولة التي تريد أن تلتحق بالمؤسسة الأوروبية لدينا هناك مثلا دول بلقان لكن مع ذلك دول بلقان التي كانت برعاية أوروبية وكانت هناك مثل ألبانيا مثل بوسنا مثل جبل الأسود إذا تحدثنا هنا لم تراعي المعايير الأوروبية بالدخول تركيا ابتعدت كثيرا في السنوات الأخيرة على أقل تقدير في العقد الأخير في العقد الأخير كان عقدا حقيقة شائكا بالعلاقة التركية الأوروبية لم يكن بالمجسوى اللائق الذي كانت تنظر له ألمانيا وفرنسا الذين يقودان الاتحاد الأوروبي هنا نتحدث عن مقاربة متباعدة ما بين الطرفين وأعتقد بأنه تركيا صعب حقيقة أن تتقدم خطوة أو تنفذ على أقل تقدير البنود المتبقية من الخمسة وثلاثين بنا الذي طرح الاتحاد الأوروبي على طاولة الأوروبية التركية طيب سيد حسين يعني رأينا مرحلة مغازلة تركيا لاتحاد الأوروبي الآن نحن من مرحلة العداء والتهجم وصول النار إلى الخيمة أو عمود الخيمة كما يقول المثل العربي إلى أي مدى تركيا غيرت استراتيجيتها هل تريد الذهاب شرقا أم هي مركزة على الجانب الغربي لا تركيا لا تريد أن تكون شرقا ولا تكون غربا حقيقة هي في ذهنية أو في الفاهمة التركية أن لديها دورا إقليميا وبالتالي هذا الدور يكبر بعض يوم وأن تكون لاعبا دوليا هي الآن تريد أن تتحدى وأن يكون لها قدم في مجلس الأمن ولأن يكون لديها رؤية أممية حقيقة لهذا السبب هي تصطدم بالطرفين هناك تنافس الشرق الأوروبي على الجيوسياسي التركي وأيضا في نفس الوقت تركيا لا تستطيع أن تخرج من هذه الشرنقة إنجاز القول هي الآن حبيثة هذا الدور ولكن هي تتمدد باتجاه الشرق وتتمدد باتجاه الجنوب وكذلك باتجاه الغرب لكن مع ذلك هناك تنافس عسير إنجاز القول أيضا حول التنافس العسير الذي أسميه ما بين الغرب وتركيا خصوصا أن هناك انقسام أوروبيحات حول الرؤية الأوروبية هي الأنقرة خلال الفترة الماضية وشاهدناها خصوصا عندما احتدم النساء في الشرق المتوسط أشكرك كان معلمين بروكس للصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي سيد حسين الوايلي شكرا جزيلا لك أشكرا جزيلا لك